اللي بيعجبني في شخصية المسيح كيف تعامل مع الاعداء تعرفوا اليهود لا يعاملون السامريين لكنه تكلم عن السامري الصالح وايضا تقابل مع امرأة مع انه الامرأة في تلك الايام وفي العادات الشرقية كان قيمتها اقل فتعامل مع المرأة السامري ورفع من شأنها ورفع من قيمتها وتغاضع عن المشكلة الدينية والمشكلة السياسية في تلك الايام وذهب من اليهودية الى السامرة حتى يتفاعل يتواصل مع امرأة تعتبر من اعداء شعب الله لكي يقدم لها الخلاص ويقود الى الخلاص كل قريتها يسوع المسيح في احد الايام كان داخل الى قرية من قرى السامريين رفضوا انه يدخلوا يسوع يحنى ويعقوب ابني الرعد غضبوا جدا وقالوا ليسوع يا رب اتريد ان ننزل نار من السماء خليها توكل تحرق هؤلاء الكفرة والزنادق هؤلاء السامريين اعداء الله الكفرة قال لي لا 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 لستما تعلماني من اي روح انتما ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص قال يسوع لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك قال يسوع عن الشيطان الصارق لا يأتي الا ليسرق عن طريق الحرب عن طريق السبي عن طريق الاحتلال ليسرق ويهلك ويدمر ما قد هلك اما انا يسوع بيتكلم اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل يسوع المسيح جاء حتى يعطي حياة اتعامل مع الاعداء بشكل متسامح بالنعمة بالمحبة بالغفران وطبعا اصعب موقف لما كان على الصليب وهم يسخرون ويستهزئون ويقولوا له ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب لكي نؤمن بك وعن بيتمسخروا عليه قال يسوع صلى للاب يا ابتاء لا اغفر لهم لانهم لا يعلمون او لا يدرون ماذا يفعلون